اشتركوا في القناة مش كما تحلمي أنت يعني أنا يعني وصيتي لكل حد صاحب سؤال شبه ده أنا مش هقول إن اللي بياخد بالشكل بس يبقى سطحي رغم إن ده ممكن يكون رؤية ناس كتير لكن لا فيه واحد يا سيدي رقم واحد أو واحدة رقم واحد عنده الشكل برحتها ما حد شقدر يعلق تعليق سلبي على الكلام ده بس أنا عايزة جنب الشكل تقابلي الشخص ده ممكن يكون الشكل مش واو يعني زي ما بيقوله مش أحسن حاجة بس الوش يا جماعة جزء من تكوين الإنسان وأنا عايزك تجيبي أجمل إنسان في الدنيا وتخليه كده يكشر كده ويبقى متنرفز هيتقلب وشه الدميم عشان كده فيه مثل أجنبي بيقول تفسيره بالعربي يعني أكتر وقت بتبقى جذاب فيه وإنت بتبتسم مهما كان الوش شكله في ظن الناس مش جميل ممكن يبقى دميم شوية في ظن الناس بس إذا بتسم وشه بيحلو قوي ومهما كان ملك جمال العالم لكنه شرير وعينه ما فيهاش طيبة وحنية بتبقى الشيء وحشو الكلام ده للولاد والبنات فإذا كان الشكل بيهمك إدي نفسك فرصة أعودي مع الولاد اللي شكلهم مش كويس لو جايلك عريس يمكن الروح تغطي على الشكل يمكن الحنية وده أكيد أكيد يعني نسأل كده أي واحدة متجوزة جزء هقاسي عليها وهو أمور هتقولك أنا العسيلي مش عايزة حد أمور عايزة حد حنين يحس بها ويتكلم معايا ويسمعني فاللي عنده خبرة كده فخدي من خبرات اللي سبقوك فإدي نفسك فرصة أعودي مع الشخص ده يمكن يكون روحه وحنيته وكرم ورجلته وتحمله المسئولية يغطوا على مسألة الشكل لكن في الآخر لو دي رغبتك برحتك بس ده اختيار ينقص للنطج لأن الشكل أولاً بيتغير ثانياً عمره ما بيتبني عليه بيوت لكن في الآخر ده اختيارك فربنا يقدرك ويفتح عليك إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر